السلام عليكم شباب معكم الله وحياكم الله بهذا الفيديو حبيت أشارككم بعض المعلومات عن الكمبو اللي أخذته كرت الـ 4070 Super أجمل نسخة من جيجا بايت الـ Aero Edition مع أقوى معالج متوفر حاليا بالسوق الـ Ryzen 7 7800X3D ليش أخذت هذا الكمبو؟ زي ليش ما أخذت كرت ما فيها أعلى؟ أو معالج ثاني مثل الـ i9 14900K اللي هو طبعا أفضل وأسرع بالبرامج الانتاجية من الـ Ryzen 7 وهذا الشي يعني يفيدني كوني صانع محتوى كل هاي الأسئلة راح أجاوب عنها بهذا الفيديو أتمنى يفيدكم وأتمنى أيضا أن تنزل وتكتب تعليق أو إيموجي حتى يساعد الفيديو بالنشر طبعا شكرا لكم ويلا خلينا بدأ بداية ومعلومات وأرقام عن الـ 4070 Super وشنو يفرق عن الـ 4070 العادي أولا الكرتين يجون بنفس الشريحة السيليكون 104 لكن مع زيادة حلوة بمقدار 22% على الكودا كورز للـ 4070 Super رقم أقل بـ 7% من كرت الـ 4070 Ti أيضا هذا الكرت يجي بنفس ذاكرة التخزين المؤقتة الـ L2 Cache 48 MB مثل كرت الـ 4070 Ti ومع زيادة قليلة بصرف الطاقة بحدود الـ 20 واط أعلى من كرت الـ 4070 العادي بقية المواصفات رح تتشابه مع كرت الـ 4070 العادي فالزبدة هذا الكرت رح يقدم لك أداة أفضل بمقدار 20% عن الـ 4070 العادي طبعا بدون زيادة على سعر الكرت اللي هو حالي يجي بسعر 600 دولار لنسخة الفاوندر أدشن من نفيديا أما النسخة اللي معاية فيعني الأير أدشن سعرها يعتبر أعلى بسبب الشكل الجميل اللي يجي باللون الأبيض وبسبب الأداة الخرافي بالتبريد فهذا الكرت يجي ببيوس تقدر تخليه على الأوسي كسر السرعة أو مود السايلنت والأثنين يقدمون نفس الأداة نفس السرعات لكن باختلاف بدرجات الحرارة والضوضاء مود الأوسي يبرد الكرت بشكل أفضل تقريبا بـ 5 درجات أقل من مود السايلنت وأفضل من نسخة الفاوندر أدشن بعشر درجات ومع تبريد لدرجات الهوتسبوت بشكل خرافي فهنا أحب أطردك أن أغلب النسخ تقريبا أدائهم يعتبر ممتاز بتقليل درجات الحرارة لكن هاي النسخة أشوفها أحلى والأنسب إلي لأنها تجيب نويز لفل كلش قليل فنسخة الأير اوديشن سواء مع مود الأوسي أو مع مود السايلنت تعتبر جدا هادئة خصوصا مع مود السايلنت اللي هو يجي بـ 33 ديسبل فقط ومقارنة مع كرتي 3080 القديم النسخة الإيقل يعتبر هذا الكرت جدا هادئة أيضا هاي النسخة تقدر تعمل لها كسر سرعة وضيف أرقام حلوة على الـ Power Limit بحدود الـ 145% وبحدود الـ 180 ميجا هرتز على الكور كلوك بالإضافة الـ 1500 على الميموري كلوك حتى يعطيك زيادة تقريبا بالأداء بين الـ 5 إلى 8% وطبعا كسر سرعة راح يجعل الكرت يصرف طاقة على بحدود الـ 250 واط وهنا أنتبه هاي الأرقام تنطبق فقط على النسخة الـ Air Edition يعني ما تقدر تطبقها على بقية النسخ كل نسخة ولها أرقام معينة فهي بتقدر تقول إنه شكله يعني سحرني وطبعا بإضافة الأداءة الخرافي أما بالنسبة للمعالج الـ AMD اللي اختاريته الـ Ryzen 7 7800X 3D المعالج اللي نزل بسعر 450 دولار واللي هو حاليا أغلب 20 دولار من الـ Ryzen 7700X فيعني بعد التخفيض من سعره هذا المعالج أصبح قيمة ممتازة للتجميعات الجيميك في فئة الـ High Midrange والـ High End طبعا يجي بـ 8 أنوية وبـ 16 مسار وبـ Boost Clock 5 GHz يعني أقل من الـ Ryzen 7700X وهذا الشيء طبعا راح يأثر سلبا بعداء المهام مع برامج الإنتاجية يعني لا تفهمني غلط وهو زين تقدر تستخدمه مع برامج إنتاجية ما كو أي مشكلة لكن مو أفضل من الـ Ryzen 9 7900X ولا حتى أفضل من معالج الـ Intel i7-13700K بما يخص برامج إنتاج المحتوى لكن بما يخص الجيميك فأهنا أحب أقول لك أن كل المعالجات تأخذ لتحية احترام لأداء الـ Story بالـ Gaming يجي بزيادة رهيبة بالـ L3 Cache 96 ميجا بايت مقارنة بمعالج الـ Ryzen 7700X اللي يجي بـ 32 ميجا بايت وهي الزيادة يعني تفوق كبير بالألعاب بكل سهولة يتفوق على أقوى وأغلى المعالجات حسب الاختبارات اللي راح أستند عليها بهذا الفيديو من مصادر موثوقة فعند اختبار الـ Ryzen 7 7800X 3D ومقارنته بمعالج الـ Intel i9-14900K مع 21 لعبة على دقة التين اي تي بي اللاحظ أنه معالج الـ Ryzen 7 7800X 3D يتفوق بمعدل وسطي 5% على منه؟ على الـ i9-14900K اللي حالينا هو يتوفر بسعر أغلى بحدود الـ 580$ طبعا مع بعض الألعاب كان الفرق يزيد عن الـ 5% وبعضها تكون أسرع مع معالج الـ Intel i9 لكن بشكل عام تفوق واضح للـ Ryzen 7 اللي يجي حاليا أرخص بحدود الـ 200$ أما على دقة الـ 1440P فالفرق يصير أقل بحدود الـ 4% وطبعا الصالح الـ Ryzen 7 أما على دقة الـ 4K فهنا الاختبارات يعني تكون بلا قيمة لأن الضغط راح يكون على الكرت وليس على المعالج وهذا يعني أنه مع دقة الـ 4K روح واهتم أكثر بالكرت ويعني لتحسبه هواي حساب للمعالج الكرت أهم الزبدة الأداء جدا متقارب بين المعالجين من ناحية الألعاب لكن أكو هواي أشياء ثانية مهمة لازم تعرفها وهي صرف الطاقة فمع اختبار استهلاك الطاقة مع 12 لعبة على دقة 1080P معالج الـ i9 14900K على الرغم من أنه أبطأ من الـ Ryzen 7 إلا أنه يستهلك طاقة أكبر بنسبة 30% كمتوسط هذا الشيء اللي خلاني أفكر أكثر من مرة قبل ما أشتري معالج بصرف طاقة عالي لين عايش بدولة فاتورة الكهرباء بيها يعني كلش غالية أيضا إلى جانب زيادة بصرف الطاقة بمقدار 130 واط مع الـ i9 لازم تتعامل مع الحرارة العالية وهذا كلام يعني أنك لازم تستثمر بمبرد ماء قوي لتبريد المعالج وهذا راح يكلفك زيادة إضافية بينما الـ Ryzen 7 تقدر تجيب له مبرد ماء اقتصادي مثل اللي أخذته تلقاه حاليا بسعر 90 دولار تقريبا يعتبر أكثر من كافي لأن صرف الطاقة بالـ Ryzen 7 أقل برابط هذا الفيديو راح تلقى بصندوق الوصف فالزبدة من ناحية الـ Gaming هذا المعالج أفضل خيار ممكن تأخذه حاليا لأنه أرخص من معالج الـ i9 وأسرع منه وأيضا الـ Ryzen 7 تبريدة سهل لأن يستهلك طاقة أقل من معظم المعالجات الحديثة لا سيما معالجات Intel جيل 13000 والـ 14000 وأخيرا الشي اللي شجعني أخذ هذا المعالج هو أنه منصة الـ LGA 1700 من Intel ماتت يعني ماكو تحديثات بعد عليها يعني إذا نزل معالج جديد قريبا من Intel فراح تحتاج إلى تبديل لوحة الأم وأيضا أكو سبب ثاني مهم لغلب الناس حاليا وهو مقاطعة سياسات Intel الحالية فيعني بالمجمل عدة أسباب خلتني أخذ الـ Ryzen 7800 X3D أما إذا جينا على سلبيات هذا المعالج فمن ناحية الـ Gaming ما أعتقد رح تلقي أي سلبي يعني معالج Top 1 حاليا ومثالي للـ Gaming لكن من ناحية صناعة المحتوى فنعم أقول أعرف أنه كل جزين أني رح أخسر نسبة حلوة من أداء المعالج مع برامج التحرير لا سيما مع برنامج الأدوة Premiere اللي هو يعمل أفضل مع معالجات Intel والـ Ryzen 9 7950 X لكن هذا التأثير ما رح يكون جدا قوي ومزعج لأن المعالج اللي كنت أستخدمه الـ Ryzen 7 3700 X كلش بطيء مقارنة بالـ Ryzen 7800 X 3D فيعني جدا عادي انتهم تقدر تستفاد منه بالمونتاج وخصوصا مع برنامج لكن إذا شغلك فقط مونتاج فهذا المعالج يعني ضب على صفحة ما يفيدك ولا تفكر به أبدا روح ويا معالج ثاني رح يخدمك أكثر أما بالنسبة لربط المعالج مع الكرت الفخم الـ 4070 Super فباختبار 12 لعبة هذا الـ Combo قدر أن يوفر أداء كلش حلو بمتوسط فريمات 105 على دقة 1440p وطبعا باعلى الإعدادات وهذا الكلام يا شباب يعني أنه الـ 4070 Super أسرع بـ 13% من الـ RX 7800 XT وأسرع بـ 19% من كرت الـ 4070 العادي نسبة جدا حلوة وهذا الشيء اللي شجعني وخلاني أخذ هذا الكرت لأنه أداء جدا ممتاز على دقة 1440p ما أخذت الـ 4070 Ti Super لأنه أولا غالي وثانيا لأنه ما أحتاج لذاكرة 16 جيكا بايت من الفيرام لأني ما ألعب على العاب قصصية وهذا الشيء ما أحتاجه فيعني هذا الكرت أكثر من كافي بالنسبة لي أما إذا حبيت يعني تلعب على دقة الـ 1080p أيضا هذا الكمبو يعتبر خيار ممتاز لأنه يجي أسرع بـ 10% من كرت الـ RTX 7800 XT وأسرع بـ 15% من كرت الـ 4070 العادي وأبطأ بـ 5% من كرت الـ 4070 Ti وهنا لازم تعرف أنه كرت الـ 4070 Super هو موجه لدقة الـ 1440p يعني رح تستغل قوة بشكل جيد مع دقة الـ 1440p وأحب أطمنك أنه مع العاب الشوتر هذا الكرت يجيب أرقام خيالية على دقة الـ 1080p وحتى على دقة الـ 1440p فإن شاء الله قريبا رح يجيني الكيس الجميل وأجهز التجميع واختبرها مع العاب التنافسية فيعني لا تنسى اشترك بالقناة وتأكد أنك ينفعل الجرس حتى يصل لك إلى شعار فياب يا شباب مثل ما شفتم عدة أشياء خلتني أخذ هذا الكمبو وأفضله على البقية أتمنى أنكم استفدتم من المعلومات إذا عادكم أي سؤال تركوا بالتعليقات أو تعالوا وسألوني خلال البث المباشر قام معكم علاوي تحياتي لكم ومع السلامة